السلام عليكم يا شباب قبل كل شي اضغط لايك الفيديو اذا ما قتم اشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس اليوم جاب لكم حال مشكلة الخطأ في الواتساب لما حد يطرش لك رسالة تظهر ما تظهر الرسالة يقول لك في انتظار هذا الرسالة قد يستغرق ذلك بعد الوقت رح بحط لك المشكلة او الخطأ في الشاشة مثل ما تشوفون هذا اول مشكلة باللغة العربية مثل ما تشوفون يقولون انتظر هذا الرسالة وهذا هو المشكلة باللغة الانجليزية لو ظهر هذا المشكلة عندك رح بعطيك الازباب ظهور هذا الرسالة مع خمس حلول مختلفة فحتى ما اطول عليكم في فيديو فنروح للشر اوكي اول شي نبدأ بازباب ظهور هذا الرسالة انتظار هذا الرسالة في الواتساب السبب الاول هو انه كنت له اثنين او جهة الاتصال او انت الاثنين اعادة تثبيت واتساب مؤخرا فبالتالي المزامن الرسالة تحتاج بعد الوقت او لعدة ساعات بعد حالة لعدة ساعات هذا هو السبب الاول السبب الثاني انكم انتو الاثنين او جهة الاتصال خاص بك تم تثبيت الواتساب نسخة قديمة يعني عندكم واتساب نسخة قديمة فبالتالي يظهر هذا الرسالة نروح للسبب الثالث السبب الثالث هو ان الاصدار الهاتف ما يتم مزامنة مع اصدار سطح المكتب يعني انت فتحت واتساب بالهاتف واصحت في جهاز نفس الواتساب على سطح المكتب او اي جهاز اخر سويت مزامنة يعني ما يقدر التطبيق ما يقدر يزامن الرسائل اوكي فبالتالي عليك يعني لازم تنتظر لين ما يظهر الرسالة تحتاج بعد الوقت اوكي نروح للسبب الثالث الرابع او الرابع السبب الرابع هو يمكن الجهة اللي يطرش لك الرسالة قد اغلق الواتساب قبل تشفير الرسالة فبالتالي طفح هذا الخطأ اوكي الناس من شفون هذا هو قد تكون مشكلة فيه او مشكلات اخرى يكون من الخادم نفسه من خادم الواتساب من الشركة فعليك الانتظار شو حلول بعطيك بعض الحلول لهذه المشكلة فنروح للحل الاول الحل الاول اذا كان المشكلة من الخادم ما في شي تسويها فبس لازم تتأكد من بعض المواقع من شركة واتساب تتأكد ان الخادم واتساب هو شغال يعني مش من شركة نفسه فبالتالي اذا كان في الشركة نفسه لازم تنتظر لين ما يحل المشكلة فنروح للحل الثاني الحل الثاني لحل مشكلة انتظار الرسالة في الواتساب هو انك تروح يمكن تستخدم نصف قديمة من واتساب تروح متجر بلاي جوجل بلاي وتكتب في البحث واتساب اوكي اوكي بعد ما تضغط تضغط على الواتساب اوكي الحل مشكلة الحل الثاني اللي مشكلة انتظار الرسالة في الواتساب هو انك تحذف الغاء تذبيت اول شي تتسوي نسخة احتياطية من محادثات الواتساب نسخة احتياطية للواتساب وتحذف الواتساب بيانات الواتساب من جذوره وتتعيد تذبيت الواتساب من جديد وتستعيد الرسائل وراح ينحل تشوف الرسالة الانتظار يعني موجود راح ينحل المشكلة وهذا هو الحل الثاني نروح للحل الثالث الحل الثالث خاصة اذا كنت في سوريا سودان او ايران هذا ثلاثة هذا الدول يعني دايما يحطون يعني يحذرون الواتساب اوكي بالتالي تظهر هذا المشكلة انتظار الرسالة الحال يا شباب انك لازم تثبت برنامج VPN وتشغل VPN وتدخل الواتساب راح تظهر الرسالة في حلول ومشاكل اخرى راح بحط لك الشرح في الديسكريبشن هذا هو بعد الحلول وازباب ظهور هذا المشكلة ادخل الديسكريبشن في حل حاخر ما شرحت في هذا الفيديو اقرأ التدوين راح بتحصل حلول اخرى لهذا المشكلة راح تحل المشكلة اذا اعجبك المقطع اضغط لايك لفيديو اذا ما كنت اشترك القناة اشترك القناة وفعل الزرجاز بس مع السلام